طالبات وطالبات التعليم الفندقي معنا ساعة جديدة النهاردة من ساعات التعليم الفني وبنتكلم فيها عن المراجعة عن مادتنا اللي هي مادة الصحة الغذائية للصف الثالث الثانوي الفندقي اتكلمنا في الحلقتين اللي قبل كده عن مراجعة عن الفصول المادة واتكلمنا عن طبعا أهمية الغذاء اتكلمنا عن العوامل اللي بتأثر في غذاء الإنسان اتكلمنا عن مقاومات الشروط الواجب توفرها في أماكن إعداد الطعام اتكلمنا عن مواد ومعدات التنظيف اتكلمنا عن مقاومات حمامات السباحة فحص العاملين وشهادات صحية اتكلمنا عن موضوعات كثيرة عن جودة الغذاء عن التصمم الميكروبي عن الفساد البكتريولوجي وأنواع الفساد اتكلمنا كثير على أجزاء كثيرة ورجعنا وشفنا الأسئلة اللي هي والد إن هي ممكن تجيلي في الامتحان وعرفنا إزاي إن احنا نحل عليها الإجابة النموذجية علشان ناخد إجابات درجتنا كاملة إن شاء الله النهاردة بإذن الله في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن مراجع على الفصل السابع هو بيتكلم عن مصادر التلوث وأنواع التلوث وتلوث المية طيب تعالوا نشوف أول سؤال النهاردة معنا في حلقتنا بيتكلم عن إيه والسؤال بيقول لنا إيه ونشوف هنجاوب عليه النهاردة إزاي السؤال بيقول إيه يجب أن يهتم الإنسان بنظاف الطعام وأن يتحاشى تعرض الطعام للتلوث سواء كان ميكروبيا أو كيميائيا تكلم عن مصادر تلوث الطعام مصادر تلوث الطعام وهما سبع مصادر شوف الإجابة بتاعتنا أول حاجة التلوث بالمبيدات الحشرية التلوث بالمواد الدارة بالصحة في الأغذية المختلفة زيادة تناول أطعام المختلف الأطعام المحفوظة المواد الملونة والتلوث الإبكتيري والتلوث بالإشعاع يبقى هو كان بيكلمني عن مصادر تلوث الطعام فهنكتب له مصادر تلوث الطعام وهما السبعة التلوث بالمبيدات الحشرية التلوث بالمواد الدارة بالصحة زيادة تناول الأطعام المحفوظة المواد الملونة التلوث البكتيري والتلوث الإشعاعي تعالوا نشوف هيسألنا سؤال في مصادر تلوث الطعام عن كل واحدة منهم هيسألنا الأسئلة هاتيجي إزاي السؤال اللي بعد كده بيقول لي زيادة تناول الأطعام المحفوظة يمكن أن يضر بالإنسان وقد قسمت المواد الحفظة إلى مواد حفظة طبيعية ومواد حفظة كيميائية اسكر ما تعرفه عنهما يبقى هو بيسألني دلوقتي في السؤال عن زيادة تناول الأطعام المحفوظة وبيسألني على إيه المواد الحفظة الطبيعية وإيه المواد الحفظة الكيميائية نشوف أجابتنا المواد الحفظة الطبيعية زي الملح والسكر الملح أنا بستخدمه في حفظ اللحوم الأسماك الخضروات عشان أحفظها المدة طويلة طيب السكر باستخدمه بردك في حفظ العصائر الفكهة في المربة في الشربات علشان بردك يتحفظ معي يبقى أنا عندي مادة حفظة طبيعية زي الملح وزي السكر طيب إيه المواد الحفظة الكيميائية زي ساني أكسيد الكابريت اللي أنا باستخدمه في حفظ عصائر الفكهة وفي الجبنة بحفظ بردك الجبنة والزبادي ثاني أكسيد الكابريت أنا كان بيسألني في السؤال على المواد الحفظة الطبيعية والمواد الحفظة الكيميائية نشوف السؤال اللي بعد كده يسألني هيقول لي إيه التلوث بالإشعاع أحد مصادر تلوث الطعام يحدث ذلك في عدة حالات تكلم عن الحالات التي يمكن أن يتعرض لها الطعام بالتلوث الإشعاعي الإشعاع يوصل الطعام بتاعي إزاي عن طريقة عدة حالات طيب زي إيه زي الأشعاع الكونية الساقطة على كوكب الأرض زي بردك كمان الحروب والتجارب النووية اللي بيقدي طبعا ليه ينتج عنها تلوث الجو لو في عندي حرب بيستخدموا فيها أسلحة نووية أو بيعملوا تجارب نووية يبقى هيحصل منها تسرب هيعمل هيلوث للجو طب هيلوث للجو هيلوث لي مصادر المية مش النباتات كمان اللي هتنمو في هذه المنطقة بتتغذع المية ومصادر المية ملوسة يبقى بالتالي نباتات طبعا هتنمو إيه ملوسة تالت نقطة وهي التسرب بالنووية من محطات الطاقة النووية أو انفجارها زي كارسة شيرنوبل ده بردك مصدر من مصادر وصول التلوث الإشعاعي على إيه للأرض طيب إيه تاني بعد معامل ومصانع الأغذية بيتم تعرض بيعرض أو بيعقم المواد الغذائية بتعرضها للأشعة طب ليه بيعقمها كده علشان يحفظها من التلف أو لتخزينها مدة إيه طويلة بقى ديه كده كان حالات توصول الأشعة أو تلوث الإشعاعي للغذاء اللي عندي طب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده بيسأني عن إيه بيقول لي تلوث الطعام بالمبيدات الحشرية لها أثار بالغة على صحة الإنسان وضح ذلك طبعا الإنسان بيتعرض ليه المبيدات الحشرية عن طريق تناول المنتجات الزراعية هم بيستخدموا المبيدات الحشرية لقتل الأفات في المحاصيل الزراعية فبالتالي طبعا أنا لما أكل المحاصيل الزراعية وخاصة اللي بتؤكل طازقة اللي هي ما بتتعرضش ليه معاملات الطهي أو معاملات حرارية عالية دي طبعا بتنقلي كل المبيدات الحشرية اللي كانت استخدموها في الزراعة طبعا لما أنا بيأكل المنتجات الزراعية فبتنقليها ليه في جسم الإنسان ده طبعا لها أثار بالغة جدا على جسم الإنسان بتعمل أمراض في الكلا الكلا والكبد والحساسية في الجلد والهين ده كله طبعا بتأثر بيه بسبب تأثير المبيدات الحشرية في المنتجات الزراعية اللي أنا بتغذي عليها الإنسان وكان وكمان أثبتت التجارب أنه فيه علاقة وثيقة بين مرض السرطان والعياذ بالله ويستخدام المبيدات الحشرية طبعا في الزراعة في الريف المصري يبقى كده كان بيكلمني عن السؤال بتاع تلوث الطعام بالمبيدات الحشرية طب تعالوا ننتقل مع بعض للسؤال اللي بعد كده بيقول لي السؤال هنا بيسألني تكلم عن التلوث بالمواد الضرة بالصحة في الأغزاء المختلفة ايه التلوث المواد الضرة بالصحة اللي ممكن توصل ليه الأغزاء المختلفة اللي عندي عندي المضادات الحيوية اللي بيستخدموها طبعا الموادات الحيوية اللي بيستخدموها في الإنتاج الحيواني عشان علاج الحيوانات دي بتنتقل إليه لما أنا بتغذى على اللحوم أو اللبن اللي خارج من الحيوان اللي تناول المضادات الحيوية طيب دي بتسبب مشاكل كثيرة جدا وخاصة للناس اللي عندهم حساسية ضد المضادات الحيوية وهي كمان بتدعي في المناعة وبتدعي في جسم الإنسان يبقى أول حاجة خالص عندي من مواد الضرة وهي المضادات الحيوية تاني حاجة برضك اللي بيستخدمها في الإنتاج الحيواني وهي الهرمونات الهرمونات بيستخدمها في الإنتاج الحيواني ليه؟ علشان هي بتزود نمو الحيوان بنسبة 14% هي بتزود وزنه بس طبعا بتأثر على جسم الإنسان طب ازاي هتأثر على جسم الإنسان؟ أنا بدي الحيوان هرمونات علشان يزود وزنه فبالتالي أنا لما أكل أو الإنسان لما يأكل اللحمة واللبن اللي طلع من الحيوان دوت هتتنقل كل الهرمونات من المنتجات الحيوانية لجسم الإنسان فبتبدأ تغير من معدلات الهرمونات في جسم الإنسان وطبعا بتعمل تغيير في معدل الهرمونات في جسم الإنسان وخاصة الزكور طب ايه المواد الضرة تانية اللي ممكن تنتقل عن طريق اللحمة واللبن؟ برضك المهدئات اللي هما بيدوها للحيوان الحيوان بيكون شرس بطبيعته فبالتالي هما بيدوله مهدئات علشان يهدوا من شرسه طيب كمان هما بيزودوها على الطعام بتاعته ليه عشان بتزود من شهيته بتقلل حركته فبالتالي ايه شهيته هتزيد وحركته هتقلل فبالتالي وزنه هزيد كل المهدئات دي بتنتقل من الحيوان للإنسان عن طريق اللحمة واللبن اللي هو بيتناوله الانسان فبالتالي بتتنقل كل المهدئات دي في جسم الانسان طبعا بتأثر على جسم الانسان وبتأثر على نشاطه اليومي يبقى انا ايه المواد الدراء في الصحة اللي بتنتقل عن طريق الغزاء المضادات الحيوية اللي بيستخدموها في الانتاج الحيواني الهرومونات اللي بيستخدموها في الانتاج الحيواني عشان تزود معدل نموها بنسبة 14% تالت حاجة المهدئات اللي بيدوها للحيوانات وبالتالي بتنتقل لجسم الانسان عن طريق تناوله للحمة واللبن تعالوا نشوف مع بعض السؤال اللي بعد كده هيسألني هيقولي إيه بيقولي زيادة تناول المواد الغذائية اللي بتحتوي على مواد ملونة صناعية بتساعد في ظهور مرض السرطان اشحر اشرح هذه العبارة طبعا أنا عندي في مواد ملونة باستخدمها في الأطعمة المختلفة بس عندي نوعين من المواد الملونة عندي مواد ملونة طبيعية ومواد ملونة صناعية المواد الملونة الطبيعية ودي اللي أنا بستخرجها من أشور الفكهة والخضروات زي اشر البرتقان زي الكركديه البنجر الفلفل الألوان العنب دي كلها مواد طبيعية خرجالي من الخضروات والفكهة اللي عندي دي طبعا ما بيكونش خالص مضرة دي مش هتضر خالص بصحة الإنسان بس هي قليلة الاستخدام عشان غلية التمن فبيلجأوا ليه استخدام المواد الملونة الصناعية والمواد الملونة الصناعية دي أثبتت كل التجارب بطبعا إن هي بتسبب أضرار وأمراض كثيرة وخاصة مرض السرطان فبالتالي طبعا بدأوا إن هي في حروب وفي اتجاه كبير جدا إن هم ما يستخدموهاش عشان بتسبب أمراض للإنسان طب إيه المواد الملونة الصناعية اللي أنا ممكن أستخدمها زي المواد الملونة اللي أنا باستخدمها في المياه الغازية بيلولني المياه الغازية مش احنا بيلاقي المياه الغازية خضرة وأورنج والكلام ده كله دي طبعا بيكونوا مستخدمين أحيانا فيها مواد ملونة ودي بتسبب أضرار بلغة وأمراض كثيرة للإنسان وخاصة مرض السرطان علشان كده طبعا في تجارب كثيرة وخطورة استخدمها وفيه هجوم كبير ضد استخدمها طبعا علشان بتسبب الأمراض السؤال اللي بعد كده بيقول لي من مصادر تلوث الطعام التلوث بالبكترية أنا كده سألني عن تلوث بالمبدات الحشرية خدت سؤال عن تلوث بالمبدات الحشرية خدت تلوث عن المواد الدارة اللي بتصل للغذاء خدت كمان سؤال شفت السؤال اللي بيجيلي عن المواد الملونة وازاي أن أنا أجاوب عليها كويس وازاي السؤال هيجيلي كيسألني ازاي وازاي أن أنا أجاوب عليه طيب السؤال هنا بيسألني عن التلوث بالبكترية وضح ذلك بيقل السؤال بيقولي من مصادر تلوث الطعام بالتلوث بالبكترية وضح ذلك مع ذكر الأمراض التي تسببهاي بقى هنا السؤال هيقولي جزئين أن أنا هشرح التلوث البكتيري أو التلوث بالبكترية للأطعمة وهذكر كمان الأمراض اللي بتسببهاي التلوث البكتيري أو تلوث البكترية طيب تعالوا نشوف أول جزئية وهي تلوث الطعام بالبكترية ايه اكتر حاجة بتكون عرضة لي التلوث بالبكتيري بتالاغذية المعرضة للتلوث البكتيري وهي اللحمة، التيور، الاسماك، اللبن، الدواجن دي من اكتر الاشياء اللي هي بتكون معرضة للتلوث بالبكتيريا وبردك الاغذية المصنعة والاغذية الجهزة والاغذية المعلبة الفاسدة والوجبات السريعة دي من اكتر الحاجات اللي بتكون معرضة للتلوث بالبكتيريا عندي برضك اللحوم والدواجن المستوردة بتكون من أكتر الأطعمة المعارضة للتلاوز البكتيري طيب ليه؟ اشمعنا يعني اللحوم والدواجن المستوردة؟ بسبب أن هم هي بتكون جاية مجمدة بيبدأوا أن هم يفكوها ويعلقوها على أن هي طازجة طب عملية الفك وبيرجعوا في آخر النهار يجمدوها تاني عملية الفك والتجميد دي طبعا فرصة كبيرة جدا لنمو البكتيريا عاليها عملية الفك والتجميد في اللحوم والدواجن المستوردة المجمدة أن أنا بفكها وبرجع أجمدها تاني دي طبعا بتخليها عرضة للتلاوز الغذائي ونمو البكتيريا عليها بيعتبر الحيوان برضك أحيانا مصدر لتلاوز اللبن بالبكتيريا طب إمتى لو أصيب درع الحيوان أثناء عملية الحلب بالتلاوز بالبكتيريا فبالتالي طبعا هيدقل لي البكتيريا ديت والتلاوز للبن اللي الإنسان بيستخدمه طيب أنا لازم أهتم بإيه بقى؟ أهتم بيه النظافة الشخصية بنظافة الأدوات بأماكن تحضير الطعام لازم أهتم كمان سوء لأننا عندي سوء تداول الغذاء وتخزينه بيسمح بنشاط البكتيريا لأنه بيعمل فيها تفاعلات تفاعلات ميكروبية تفاعلات طبيعية تفاعلات إنزيمية اللي هي بينشأ عنها فساد الغذاء لو أنا في حصل عندي سوء لتداول الأغذية زي إيه مثلا؟ زي التحلل الدهني للسمنة والزبدة وزي التحلل البروتيني في اللحمة والأسماك والدواجن يبقى دي كده لازم أن أنا أهتم بنظافة الشخصية ونظافة الأدوات ونظافة المكان اللي أنا هنضف فيه أن أنا هحضر فيه الطعام لازم كمان أن أنا أهتم بتداول الأغذية وبتخزينها لأن سوء تداول الأغذية وبتخزينها بيعمل طبعا عندي فساد للأغذية كان السؤال بيسألني عن نقطة كمان ما ننسهاش عشان ناخد الإجابة كاملة إيه هي؟ إيه هي الأمراض اللي بتنقلها التلوث بالبكتيريا تعالوا نشوف إيه الأمراض اللي بيسببها التلوث البكتيري الأمراض اللي بتسببها التلوث البكتيري التيفود، الباراتيفود، والديسنترية، والحمة الراجعة يبقى التيفود، الباراتيفود، الديسنترية، والحمة الراجعة يبقى أنا السؤال كان بيكلمني عن التلوث بالبكتيريا وكمان اذكر الامراض اللي بيتسببها التلوث البكتيري يبقى انا ما حلش جزء في السؤال وانسى الجزء الثاني علشان منقص درجات يبقى انا لازم اقرى السؤال وبنتفق مع بعض من الحلقات المراجعة مبدأت حلقات المراجعة ان انا اقرى السؤال بالراحة واغرى السؤال بتركيز علشان اجاوب على السؤال كله اعرف السؤال بيسألني على ايه وابدأ ان انا اجاوب على كل الاجزاء الموجودة في السؤال عشان أخذ الدرجة كاملة طب تعالوا بينا ناخد السؤال اللي بعد كده ونشوف هيتحله إزاي بيقولي تنتقل بعض الأمراض إلى الإنسان بواسطة الماء أذكر هذي الطرق الطرق اللي هي المية اللي بيستخدمها المية الملوسة اللي هو بيستخدمها فيها الإنسان ثم أتكلم عن الأمراض التي تنتقل عن طريق المية يبقى هنا بيسألني عن الطرق المية اللي الإنسان هيستخدم المية فيها المية الملوسة وبيسألني كمان عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الماء طيب تعالوا نشوف أول حاجة الطرق أول جزء عندي في السؤال وهي الطرق الطرق اللي بيستخدم فيها الإنسان مية ملوثة هو ممكن يشرب مية ملوثة ماشي يبقى شرب المية الملوثة بالميكروبات المرادية ممكن يستخدمها في الاستحمام والودوء ممكن يستخدمها كمان في رأي الخضروات والمزروعات وخاصة اللي بتؤجل طازجة لو أنا استخدمت مية ملوثة في رأي الخضروات والمزروعات اللي بتؤجل طازجة لو أنا استخدمت تلج مصنوع من مية ملوثة في تبريد الفكهة اللي عندي أو تبريد العصير اللي عندي وأنا كده اتنقل لي التلوص عن طريق المية الملوثة أو التلج المصنوع من مية ملوثة عن طريق استخدام المية الملوثة في غسيل الأدوات وفي غسيل الطعام والقواني وفي تحضير المأكلات وفي غسيل كمان الخضروات والفواكه يبقى دي الطرق اللي بيستخدم الإنسان المية الملوسة لإما يشرب مية ملوسة يستحمى أو يتوضى بيها أنه هو يروي الخضروات والمزروعات اللي عنده كمان بيستخدم التلج المصنوع من مية ملوسة أو يستخدم المية الملوسة في غسيل الأدوات أو غسيل الأواني أو غسيل الخضروات أو تحضير الأدوات اللي أنا بيستخدمها في تحضير الطعام طيب كان السؤال بيسؤلني تعالوا نرجع لسؤال كده مرة تانية كان بيكلمني كمان عن الأمراض وهو سألني عن الطرق وسألني عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق المي أنا جاوب تروا على الطرق طيب تعالوا نجاوب بينا على الأمراض اللي بتنتقل عن طريق المي إيه الأمراض اللي بتنتقل عن طريق المي عندي أمراض طفيلية زي الدوسنترية الأميبية والبنهاريسية عندي أمراض فيروسية زي التهاب الكبد الوبائي وشلل الأطفال عندي أمراض بكتيرية زي التيفود زي الكوليرا زي الدوسنتاريا زي النزلات المعوية عندي مرض كمان زي مرض الجويتر وهو تدخم الغداء الدراقية وعندي بعض أمراض الكوليب كان يسألني عن الأمراض اللي بتنقلها الميا قلت له فيه أمراض توفيلية زي الدوسنتاريا الأميبية والبلهاريسيا قلت له فيه مرض زي مرض الجويتر وهو تدخم الغداء الدراقية أمراض طفيلية زي البكتيرية زي الديسنترية والكوليرا والتيفود والنزلات المعوية عندي أمراض فيروسية زي التهاب الكبد الوبائي وشال للأطفال وعندي كمان بعض أمراض الكولا طيب ننتقل لسؤال تاني بجزئية جديدة ونشوف هيسألني يقول إيه بيقول لي السؤال هنا ما الأغذية الأكثر تعرضا للتلوث إيه هي الأغذية الأكثر تعرضا للتلوث الأغذية الأكثر تعرضا للتلوث الأغذية المطهية التي تأكل بعد نتجها يعني نتجها على طول مباشرة يعني أنا جبت الأكل اللي عندي غسلت الخضروات كويس جدا استخدمت له أواني نظيفة وبدأت أن أنا أطبخ الطبيخ اللي عندي بمجرد ما أطبخ الطبيخ اللي عندي بيكون خالي من كل الميكروبيت لو أنا باكله بعد الطهي على طول هو خالي من التلوث إلا إذا لو أنا سبته مكشوف للذباب لو لو مسته إيد ملوسة لو أنا نقلته في أواني ملوسة لو استخدمته له أدوات قلبته مثلا بأدوات ملوسة لو أننا تسبته في درجة حرارة الغرفة إحنا اتفقنا أن درجة حرارة الغرفة دي بيئة صالحة جدا لنمو البكتيريا وقلنا أن الوقت عامل مهم جدا من عوامل التسمم الغذائي لأن أنا قلت البكتيريا الوحدة قادرة أن هي يكون 2 مليون بكتيريا في أقل من 7 ساعات يبقى أنا الأغذية المطهية اللي أنا باكلها على طول فور طهيها هي بتكون خالية من التلوث إذا لو أنا ما سبتهاش مكشوفة للذباب لو لمستهاش إيد ملوسة لو أنا قلتهاش في أواني ملوسة ما استخدمتهاش أواني أدوات ملوسة أو لو أم ما سبتهاش في درجة حرارة الغرفة مين أكتر كمان الأغذية اللي بتكون أشطد خطرا على صحة الإنسان وهي الأغذية الطازجة اللي أنا باكلها طازجة الأغذية الفكهة والخضرات اللي بتتاكل طازجة ما بعرضهاش درجات حرارة الطهي دي طبعا بتكون أكثر الأغذية أشد خطرا في نقل العدوى بالجراسيم والتفايليات بردك عندي اللبن أو الحليب دي من أكتر الأغذية المعارضة للتلوث لو أنا شربته بدون لب بدون غلي أو بدون بصرة طبعا هيين الكثير طبعا للتلوث للإنسان أو لو أنا غشيته بمية غير نظيفة ضفت له أي إضافات حطيته في أواني غير نظيفة أو سبته في درجة حرارة الغرفة يبقى أنا كده عرضت اللبن اللي عندي للإيه للتلوث وبالتالي كل التلوث دوت هيتنقل لي مين للإنسان اللي هيشرب اللبن السؤال اللي بعد كده بيسألني بيقول لي أكمل العبارات الآتية أكمل العبارات الآتية وفي الامتحان مش هيجيلك الأسئلة كلها مقالية إن هيجيلك السؤال وإنت أشرح لا هيجيلي أسئلة كده وهيجيلي أسئلة موضوعية هيجيلي أسئلة سؤال وأنت تشرح الإجابة بتاعته أو هيجيلي أكمل أو هيجيلي أختار ما بين يئي الأقواس السؤال اللي عندنا دلوقتي وهو بيقول لي أكمل العبارات الآتية زيادة تناول المواد غذائية بها مواد نقط صناعية بتساعد على ظهور مرض نقط طيب إيه الإجابة تفتكروا هي زيادة تناول المواد الغذائية التي بها مواد ملونة صناعية بتساعد على ظهور مرض السرطان يبقى أنا عندي الإجابة هنا مواد ملونة اللي هي كلمة ملونة هي الإجابة الصحيحة وظهور مرض السرطان هي كلمة السرطان هي الإجابة الصحيحة عندي طيب تعالوا ننتقل لنقطة كمان أكمل برضك العبارات الآتي بيقولي في بعض المصانع ومعامل الأغذية يتم نقطة المواد الغذائية ومنتجتها بتعرضها لنقط وذلك لحفظها من التلف وإمكانية تخزينها لمدة طويل طيب في بعض المصانع ومعامل الأغذية بيتم تعقيم المواد الغذائية ومنتجتها بتعرضها للأشعة وذلك لحفظها من التلف وإمكانية تخزينها لمدة طويلة يبقى الإجابة التي تعانز هنا تعقيم المواد الغذائية وتعرضها للأشعة السؤال اللي بعد كده بيقول لي عملية التبريد نقط للحوم بتتاح الفرصة للجرسيم في نقط ونقط يبقى أنا عندي دلوقتي نقطة هي عملية التبريد نقط للحوم تتاح الفرصة للجرسيم في نقط ونقط عملية التبريد البطيء للحوم بتتاح الفرصة للجرسيم في النمو والتكاثر ان انا ما سريعش بسرعة ان انا احط اللحوم في التلاجة لو انا حطيتها في التلاجة بس تلاجة ايه تبردها بسيئة هتبرد لي بالراحة هتساعد طبعا دي ليه على الجرسين في النمو والايه والتقاصر سألي لي بعد كده اكمل برضك الاغذية المطهية التي نقط بعد نطجها غالبا ما تكون خالية من نقط الاغذية المطهية التي ايه تؤكل بعد نطجها غالبا ما تكون خالية من التلوث لانا لست كنت ايليها من شوية الاغذية المطهية اللي انا لسه باكلها اول ما بتتطبخ على طول بتكون طبعا ايه بتكون خالية من اي نوع من انواع التلوث السؤال اللي بعد كده بيسألني بيقول لي اسكر ما تعرفه عن اللحم والدجاج احد وسائل نقل العدوى وانا كان في الحلقات الشرح كنت اتكلمت عن وسائل نقل العدوى وقلنا من وسائل نقل العدوى كانت اللحوم والدجاج والاغذية المعلبة دي كانت وسائل نقل العدوى طب هنا السؤال وعلى فكرة السؤال ده جاء السنة اللي فاتت في امتحان الصحة الغذائية كان بيقوله ايه اسكر ما تعرفه عن اللحم والدجاج احد وسائل نقل الايه العدوى طيب اللحم والدجاج ازاي يكون وسائل من نقل الايه العدوى بيتعرض اللحوم والدجاج للعدوى في المطبخ عن طريق ايه؟ عن طريق الايدي عن طريق الادوات التقطيع عن طريق الاوعية اللي انا بحطها فيها عن طريق المفارم عن طريق ادوات الوزن وده كله بيعرض اللحوم والدواجن اللي عندي للعدوى بالسلمونيلا العدوى بالايه بالسلمونيلا الوجبات اللي بتحتوي على لحوم ودواجن بردة او معاد تسخنها وفطار المحشية باللحمة دي طبعا بتكون من الاسباب المنتشرة لحدوث التسمم الغذائي اللحوم التي لايتم تعرضها لدرجات حرارة اعلى من 100 درجة مقاوية زي سلق اللحمة لو انا ما عرضتش في وانا بس لق اللحمة اللي بتاعتي لدرجات حرارة اعلى من 100 درجة مقاوية دي طبعا بكون عرضة لي بعض الجراثين ليه لان انا عندي نوع من انواع الجراثين ما بتموتش بيه الطهي ما بتموتش بدرجات الحرارة العالية فلازم اعرضها لدرجات حرارة اعلى من 100 درجة مقاوية كمان في حالة التبريد البطير للحوم والدواجن بتدي فرصة للجراثين في النمو والايه والتقاصر يبقى تا كانت الاجابة على سؤالنا وهي ان اللحمة والدجاج احد وسائل العدوى السؤال اللي بعد كده بيقول لي اذكر ما تعرفه عن الاغذية المعلبة احد وسائل نقل العدوى الاغذية المعلبة يعني اتزاي تكون احد وسائل نقل العدوى طالما بتتلوس محتويات العلبة ببكترية تسمم الغذائي بعد فتح العلبة اول مجرد ما بفتح العلبة الاغذية المعلبة بتبدأ اننا لو سبتها في درجة حرارة الغرفة ما سريعتش بسرعة وحطتها في التلاجة بتتلوس محتويات المعلبات ببكترية تسمم الغذائي طب أحيانا بتتلوس وهي جوه العلبة والعلبة مقفولة طب إزاي الكلام ده يحصل بتتلوس لو حصل أخطاء في تصنيع العلبة بتكون فيه فتحيات موجودة في العلبة بتسمح بمرور الهواء طبعا الهواء بيحتوي على بكتيريا فبالتالي بتدخل الهواء معها البكتيريا أو بتدخل الميا أثناء معاملة الحرارية أو أثناء تبريد العلبة هم بيعبوا العلبة بالمادة الغذائية بيكون على درجات حرارة عالية فبالتالي بعد كده بيعرضوها للميا عشان يعملوا لها عملية التبريد لو فيه فتحات أو فيه المادة اللاحمة للعلبة مش مقفولة كويس هتبدأ تسمح بدخول الهواء هتسمح بدخول الميا فبالتالي طبعا هتسمح بدخول البكتيريا طيب أنا عندي العلبة كويسة جدا ومقفولة بس أنا لو أنا خزنتها في درجات حرارة عالية أو في درجات رتوبة عالية في السوبر ماركت لو أنا خزنتها مدة طويلة في درجات حرارة عالية أو رتوبة عالية بيسمح بحدوث الصادة بمرور الوقت اللي بيعمل طبعا بيؤدي لنفاذ الميكروبات للأغذية اللي جوه العلبة كمان لازم أننا عرض مرأة الدجاج والأغذية المعلبة لدرجات حرارة عالية جدا أعلى من 100 درجة مقاوية عشان لقتل الجراسيم البكتيرية المقاومة للحرارة بعد فتح العلبة يبقى أن الأغذية المعلبة مرأة الدجاج لازم أننا عرضها لدرجات حرارة أعلى من درجة الغليان أعلى من 100 درجة مقاوية علشان أقتل كل الجراسيم البكتيرية المقاومة للحرارة بعد فتح العلبة يبقى ده كان إجابة سؤالي اللي هي كانت بتقولي أن الأغذية المعلبة أحد وسائل نقل العدوى تعالوا نشوف السؤالي اللي بعد كده بيسألني بيقولي إيه التلوث المباشر والغير مباشر من طرق تلوث المصادر الغذائية بالصموم الفطري اشرح هذه العبارة أو اشرح العبارة السابقة التلوث بالصموم الفطرية عندي فيه تلوث مباشر وعندي تلوث غير مباشر طب يعني إيه التلوث المباشر؟ التلوث المباشر ده معناه أنه بيحدث نمو للفطر على المادة الغذائية الفطر بينمو على المادة الغذائية أثناء مراحل الإنتاج أو التصنيع أو التغزين أو أحيانا بينمو الفطر على المحاصيل الزراعية بتتلوث المحاصيل الزراعية بالصموم الفطرية قبل عملية الحصاد قبل عملية الحصاد يبقى تتلوث المحاصيل الزراعية بالصموم الفطرية قبل الحصاد ويتم التعرض المباشر للسموم الفطرية خاصة من الخضروات والفكهة اللي أنا بقى كلها طازجة لنا ما سهلكها على طول دي بتكون أكتر عرضة أو بتعرض الإنسان للتلوث بالسموم الفطرية يبقى كده التلوث المباشر السؤال كان بيكلمني عن تلوث مباشر وتلوث غير مباشر عشان ما جاوبلوش على التلوث المباشر واسكت لا يبقى أنا هجاوب كان بيكسألني على التلوث المباشر والتلوث الغير مباشر أنا كده جاوبت على التلوث المباشر طب تعالوا نجاوب على التلوث الغير مباشر وده معناه نتيجة استخدام عنصر أو مدى غذائية ملوسة بالسموم الفطرية زي مثل الأخذاء المصنعة أو الجهزة يبقى أنا بستخدم عنصر أو مدى من مدى غذائية ملوسة بالسموم الفطرية أحيانا بتحدث كمان بتركيزات منخفضة تلوث من استهلاك منتجات حيوانية منتجات حيوانية بتحتوي على بقايا من السموم الفطرية طب إزاي جت لها المنتجات الحيوانية دي جت لها بقايا السموم الفطرية لو الحيوان اللي مطلع من عندي أو اللي أنا اللي باخد منه المنتجات الحيوية اتغذى على علف العلف ده كان فيه بيحتوي على أو ملوص بالفطر العلف اللي كان ملوص بالفطر واتغذى عليه الحيوان فالحيوان بعد كده أنا خدت منه منتجات حيوانية فبالتالي طبعا بتكون بتحتوي على بقايا السموم الفطرية ده كده بتنتقل طبعا للغذاء بتنتقل للغذائي بقى أنا خدت كنت بتكلم عن التلوث الغذائي والتلوث الغير الغذائي والتلوث المباشر والتلوث الغير مباشر للسموم الفطرية شوف السؤال اللي بعد كده وبيسألني أذكر كيف تقي الطعام من التلوث إزاي أقل الطعام اللي عندي من التلوث أنا طبيعي طبعا لازم الطعام اللي عندي يكون نقي من التلوث وخالي من التلوث عشان ما يسببش أمراض للإنسان طب إزاي أقل الطعام اللي عندي من التلوث أول حاجة طبعا إن أنا بحافظ على نظافة العاملين اللي عندي على نظافة ملابسهم على نظافتهم الشخصية على نظافة إيديهم تمام؟ ونظافة الملابس بتاعتهم لازم كمان المكان لتحضير الطعام أو المكان اللي أنا بحضر فيه الطعام يكون مكان نظيف جيد التهوئة وجيد الإضاءة كمان لازم كمان ونا اتفقنا قبل كده الشروط الواجب توفرها في أماكن إعداد وتجهيز الطعام لازم يتوفر شروط معينة علشان المكان اللي أنا بجهز فيه يكون نظيف ويكون صحي بالتالي الطعام اللي عندي طبعا يكون طالع نظيف وخالي من أي نوع من أنواع التلوث لازم كمان أهتم الفحص الدوري على القائمين على إعداد الطعام لازم أننا العاملين قبل ما يشتغلوا عندي أو قبل ما يتعينوا عندي اللي هما بيشتغلوا في أماكن إعداد الطعام لازم طبعا أننا أعمل عليهم كشف دوري وتأكد من خلوهم من الأمراض كل فترة كمان أعمل عليهم كشف دوري وأجدد لهم الشهادات الصحية وإحنا اتفقنا مع بعض قبل كده أن الشهادات الصحية بتتجدد كل قده كل 6 شهور أو كل سنة ايه تاني كمان عشان أقي الطعام بتاعي من التلوث لاجب أن أنا أتم تهيي الطعام جيدا لقتل جميع الجرسيم والتفيليات لابد أنا لازم أطهيي الطعام كويس جدا اللي عندي علشان أن أنا أقتل كل الجرسيم والإيه والتفيليات يفضل أكل أكل الطعام وهو ساخن ولو أنا أحفظه فيه مكان نظيف متجدد الهواء لازم أنا أغطيه بالسلك عشان الحشرات ما توصلوش وطبعا لازم بسرعة ان انا احفظه فيه التلاجة علشان ما يتعرضش لأي النمو بكتيريا عليه طب اقل طعم زي كمان من التلوث ان انا اغلي اللبن كويس جدا وقلبه اثناء الغليان طب ليه اغلبه اثناء الغليان على فكرة السؤال هنا ممكن يجيلي يعلل ليه يجب تقليب اللبن اثناء الغليان لان فوران اللبن مش كافي ان هو يقتلي الجراثيم اللي موجودة في اللبن انا لازم اغلي اللبن كويس قوي لازم ان انا اقلبه وهو بيغلي علشان اقتل كل الجراثيم اللي هي موجودة في اللبن لازم طبعا وانا عشان اقي الطعام بتاعي من التلوث استخدم له مية نظيفة اوين نظيفة ادوات نظيفة في اعداد وطهي الطعام لازم كمان ان انا انتقي الخضروات اللي عندي الفكهة السمراء بتكون كاملة ونطجة وغير مجروحة علشان احنا اتفقنا لو هي مجروحة هيخرج العصير بتاعها للخارج وبالتالي هيساعد على فسدها يبقى انا يكون سؤالي بيتكلم عن او كان بيسألني عن زي ان انا اقي الطعام بتاعي من التلوث المحافظة على النظافة الشخصية للعاملين في الطعام ان انا حافظ على النظافة الشخصية بتاعتهم ونظافة ايديهم ومن لبسهم ان انا اعمل عليهم كشف دوري ولازم ان انا اتأكد خلوهم من الامراض واجدد الشهادات الصحية كل 6 شهور وكل سنة لازم كمان ان المكان اللي انا بعد فيه الطعام بتاعي لازم يكون نظيف ولازم يكون جيد الاضاءة وجيد التهوية لازم كمان ان انا اطهي الطعام طهي جيد جدا عشان اقتل كل الجرسيم والميكروبات اللي موجودة فيه الطعام بتاعي لازم افضل ان انا اكل الطعام وهو الساخن احفظه في مكان متجدد الهوى اغطيب سلك او ان انا احفظه فيه الطلاجة على طول فور من اك خلاص اناكلت الاكل بتاعي متفضل منه حبه اشيره على طول فيه فيه الطلاجة لازم اغلي اللبن كويس جدا وقلبه اثناء الغليان علشان فوران اللبن مش كافي ان هو يقتل الجرسيم اللي فيه لازم طبعا كمان استخدم اوان نظيفة ادوات نظيفة في طهي الطعام ولازم ان اختار استمر بتاعتي تكون كاملة ونطجة وغير مجروحة حتى لا تفسد بسرعة يبقى انا كده كنت براجع على الفصل السابع اتكلمنا فيه عن مصادر تلوز الغذاء وقلنا انهيوة سبع مصادر التلوز بالمبيدات الحشرية التلوز بالمواد الدارة بالصحة اتزياد التناول الاطعام المحفوظة المواد الملونة التلوز البكتيري والتلوز بالاشعة وهو قلنا وشفنا كل سؤال ممكن يجيلي فيه جزئية منهم فيه لكل جزئية منها كل سؤال يجيلي بيسألني عنها ازاي وممكن انه هو السؤال يجيلي ازاي وزاي ان انا اجاوب عليه اتكلمت كمان عن طرق استخدام الانسان للمياه الملوسة شفت كمان السؤال ممكن يجيلي ازاي عن الامراض اللي ممكن تنقلها المياه الملوسة سخدت كمان سؤال ايه الاغذية الاكتر تعرضا للتلوز وعرفنا ان الاغذية الاكتر تعرضا للتلوز اللي انا بسيبها في درجات حرارة الغرفة او انا سيبها مكشوفة للزباب او لو حطتها في اواني ملوسة او لمستها ايد ملوسة او الادوات ملوسة ان اللبن من اكتر الاغذية المعرضة للتلوز لو انا شربته بدون غلي او بدون بسطرة او لو انا سيبته بردك في درجة حرارة الغرفة او لو انا ضفت عليه مياه ملوسة او اي اضافات زي الفرمالين اللي هم ممكن يستخدموه في الانتاج الحيواني فيه علشان طبعا ويستخدموه في اللبن الفرمالين لحفظه لمنع حمودة اللبن خاصة في الدرجات الحرارة العالية لو انا حطيته فيه اواني غير نظيفة او ادوات غير نظيفة كل ده طبعا الاغذية الاكتر تعرضة للتلوز خدت كمان اللحمة والدجاج من وسائل نقل العدوى شفت السؤال اللي ممكن يجيلي على الاغذية المعلبة كاحد وسائل نقل العدوى شفت السؤال كمان اللي بيقولي التلوز المباشر والغير مباشر للسموم الفطرية وكمان خدت سؤال ازاي اقي الطعام بتاعي من التلوز سب تعالوا يلا نشوف ننتقل للسؤال اللي بعد كده ونشوف السؤال هيسألني على ايه ونشوف هنجاوب عليه ازاي احنا كده هناخد اسئلة على الفصل الثامن وهو بيكلمني عن تغذية اكبار السن بيقولي اكمل العبارات الآتية مما بين الاقواس والسؤال ده جاء السنة اللي فاتت في امتحان الاخر السنة السؤال ده جاء السنة اللي فاتت تعريف كبير اسطن هو الفرد الذي تجاوز عمر نقط في اكتر للسيدات 65 ولا 50 ولا 60 سنة هو بيسألني هنا بيسألني بيقولي ايه تعريف كبير اسطن هو الفرد الذي تجاوز عمر نقط في اكتر للسيدات يبقى ايه تتجاوز ايه 60 عام تجاوز 60 سنة في اكتر للسيدات دي اللي هنطلق عليها كبيرة السن او كبيرة السن طب لو السؤال هنا هيقول لي تعريف كبير السن هو الفرد اللي يتجاوز عمره نقطة في اكتر للرجال للرجال ونخلي بينا قوي بين نقطة للرجال والسيدات للرجال للسيدات 60 سنة في اكتر للسيدات طب للرجال 65 سنة في اكتر للرجال يبقى هنا فيه فرق ما بين كبير السن ما بين للسيدات وما بين الرجال لو زي السؤال ما بيسألني هنا دلوقتي بيقول لي الفرد اللي يتجاوز عمره في اكتر عمره اكتر نقطة في اكتر للسيدات ايه لو تجاوز عمره 60 سنة في اكتر للسيدات اصبحت كبير سن طب لو للرجال يتجاوز 65 سنة في اكتر للرجال اصبح كبير الايه السن طيب تعالوا شوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي هناك كثير من التغيرات الفيسيولوجية في جسم في اجازة الجسم لدى المسنين اذكر اهم هذه التغيرات ايه التغيرات الفيسيولوجية اللي بتحدث لكبير السن هو كبير السن بيفضل زي ما هو هو صغير لأ طبعا بيحصل له تغيرات الفيسيولوجية طب ايه التغيرات الفيسيولوجية تعالوا نشوف هنجاوب عليها زي حدوث السمنة كبير السن بيبدأ ان جسمه يدخن يحصل له السمنة طب ليه هيحصل له السمنة نتيجة عدم ممارسة الفرد نشاطه هو كان بيروح الشغل بدأ ان هو يطلع على المعاش فخلاص هو ما بيمارس نشاطه اليومي زي ما كان ايه معتد عليه بردك بطء عمل الاجهزة الداخلية زي الجهاز الهضمي وجهاز التنفسي ده بردك بيساعد على ظهور الايه استمنى طيب ايه تاني بيحصله بيقل افراز اللعاب بيقل افراز اللعاب فبيحدث سوق الامتصاص الايه الطعام احيانا بيضطر المسن ان هو يبلع الطعام بدون مدغ لان ما فيش لعاب عنده ايه كتير عشان قلت افراز اللعاب كمان بيحصله بتغيرات الفرسولوجية ايه اللي بيحصله كمان بيقل حمد المعدة والانزيمات الهاضمة فبالتالي بيحصله حرقان في الحل والمريء والمعدة نتيجة بقاء الطعام مدة طويلة في المعدة المدة طويلة طيب بيحصله ايه كمان بيقل عمل الحواس وخاصة التزوق اللسان المسؤولة عن التزوق فبالتالي بيبدأ ان هو مش بيبقى حاسس قوي بالطعم بتاع الاكل فبيكتر من الملح بيكتر من السكر فطبعا ده خطر عليه جدا لان الملح بيقدي لارتفاع ضغط الدم والسكر بيقدي لارتفاع السكر فطبعا لازم ان انا اخلي بالي كويس جدا ان هو ما يتعرضش للاطعمة الملاحة او المسكرة فبالتالي لازم ان انا ما اصرفش فيه الفرد وهو صغير ما يصرفش فيه استخدام ايه السكر والملح عشان لما يبيكبر وبيبدأ يقل عنده الحسنة بتاعت التزوق ما يبدأش ان هو يقطر من استخدام السكر والملح عشان ما تسببلوش امراض طيب ايه التغيرات الفسولوجية اللي بتحسس لكبير استنة كمان تاني بيحدث له الامساك يحدث الامساك ليه نظرا لقلة المجهود نظرا لقلة الافرازات الهاضمة نظرا ليه كمان نقص تناول الميا نتيجة نقص حسط العطش هو ما بقاش حسط نوع عطشان قوي كمان نقص تناول الالياف اللي هي الخضر والفواكه ليه لان كبير استنة عنده مشكلة لاما فقد الاسنان لاما الاطقم الايه الصناعية فما بقاش قادر يأكل الفكهة والخضروات قوي طيب الفكهة والخضروات دي بتحتوي على الالياف اللي بتمنع حدوث الايه الامساك طيب يبقى انا لازم اعمل اتغلب على المشكلة دي ايه انه هو قطر التناول الميا لازم كبير استنية تناول الميا بكمية كبيرة طيب يتناول قد ايه 9 ابوكواب ميا للانيس في اليوم و 12 كوب ميا للذكور او للرجال في اليوم وده في الجو العادي بنزودها لما بتزيد درجة الايه الحرارة يبقى كده انا كنت بتكلم او السؤال هنا كان بيسألني عن التغيرات الفيسيولوجية اللي بتحدث ليه كبير الايه السن نشوف السؤال اللي بعد كده هيسألني يقول لي لكبير السن توصيات غذائية هامة يجب الاغذ بها حتى لا يتعرض لاي مشاكل صحية اذكر هذه التوصيات التوصيات الغذائية الهمة ايه اوصي الكبير السن انه هو يهتم بايه في الغذاء بتاعه نشوف الاجابة اول حاجة ان هو الاكثار من تناول المياه تمام الاكثار من تناول الخضر والفاكهة يوميا 3 مرات في اليوم مع كل وجبة 3 مرات يبقى هو انا بنصحه او توصيات الغذائية الاكثار من تناول الفواكه والخضروات مع كل وجبة يبقى 3 ايه ومرات في اليوم الاقلال من الدهون المحمراء والمسبكة طبعا فلازم ان انا طبعا ابدلها بقى بالايه بالمشوي في الفرن والمسلوق والطهي على البخار كمان ايه التوصيات الغذائية ان هو يتناول 3 وحدات لبن في اليوم ليه 3 وحدات لبن في اليوم لتجنب هشاشة العظام او لكسور تجنب كسور طبعا ايه وحدة اللبن عشان السؤال ده مهم جدا وبيجيلي كتير في الامتحاد ايه هي وحدة اللبن وحدة اللبن كباية لبن بتساوي كباية زبادي بتساوي 2 قطعة جبنة مسلسات او بتساوي 60 جرام جبنة ابيض ملح خفيف او بتساوي 30 جرام جبنة رومي او بتساوي قطعة متوسطة من الجبنة الايه القريش يبقى هو لازم يأكل 3 وحدات لبن في اليوم طب ممكن يجيلي يعلل ليه يأكل 3 وحدات لبن في اليوم لتجنب هشاشة العظام والكسور طب ايه التوصيات الغذائية لكبار السن كمان تناول اللحوم البيضاء زي الارانب زي الاسماك زي الطيور والاقلال من اللحوم الحمراء ايه كمان التوصيات الغذائية اللي انا اوصي بها كبير السن انه هو يتناول الزيت الحار معلقة صغيرة من الزيت الحار زيت عباد الشمس او الزيتون وزيت الدرع بيستخدمه في التحمير بالنسبة للبيت بوصي انه هو يأكل من 3 ل 4 مرات بيت في الاسبوع ولازم يفضل انه هو يكون مسلوء طب لو حاب يأكله مقلي هياك بنا يعمل هالو مقلي بس بيكون بمعلاقة صغيرة من الزيت ايه التوصيات الغذائية كمان لازم كبير السن يتعرض للشمس طب ليه يتعرض للشمس عشان ياخد فيتامين ديل اللي بيساعده على امتصاص الكالسيوم اللي هو موجود في وحدات اللبن اللي احنا قلنا له لازم يأكلها مش احنا قلنا له لازم يأكل 3 وحدات لبن في اليوم طيب هيمتص اللبن دوت او الكالسيوم اللي موجود في اللبن دوت ازاي عن تعرضه للشمس علشان يحصول على فيتامين ديل كمان لازم اوصي كبير السن ان هو يمارس اي نوع من انواع الرياضة وابسطها المشي لمدة 20 دقيقة علشان يوزع الكالسيوم في العزام الطويلة ايه كمان التوصيات الغذائية لكبير السن ان هو يقلل من الملح او يمنع الملح خالص في السلطة او يحط ملح قليل في السلطة يمنعه خالص فيه الطهية يمنع المخللات يمنع الاطعام المحفوظة ليه لان الاطعام المحفوظة بتحتوي على ملح كثير بتحتوي على سوديون كثير بترفع من ضغط الدم لكبير السن معادل ايه التونة كمان بيفضل كمان تناول الفاكهة افضل من تناول الفواكه افضل من تناول العصير كمان الحلوة او الفواكه المطهية انا ممكن مثلا اجيب له طفاحة اقشرها له وابدأ ان انا احطها له على النار اطهله مع حبة مياه صغيرة بقليل من السكر بحيث ان هو يقدر ايه يكلها وتكون صحية وافضل لاننا طبعا عندي كبير السن احنا اتفقنا عنده مشكلة فقد الاسنان او الاطقم الايه الصناعية فانا لما عملها له بالطريقة دي انا سهلت عليه ان هو ياخد كل الفيتامينات اللي موجودة في الفاكهة وبالتالي سهلت عليه ان هو يقدر ان هو يكلها طيب السؤال اللي بعد كده يا شباب نشوف هيقول لي سألنا يقول لنا ايه هناك نصائح هامة لكبار السن عند تناولهم الاطعمة المختلفة اذكرها ايه هي النصائح الهمة ونخلي بالنا كويس جدا ما بين التوسيات الغذائية لكبار السن وما بين النصائح الهمة لكبار الايه السن وما نخلطش ما بينهم هنا السؤال بيسألني عن نصائح الهمة لكبار الايه السن انصح كبير السن بيه انصحه ان هو اللي يزمي طبعا ان هو ينظم الوجبات الغذائية موعيد الوجبات بتاعته خاصة الفطار والعشا ما ينامش بعد تناول الأكل يعني ما يكلش وينام مباشرة لان دي طبعا هتسبب له مشاكل كتيرة لتحسين الشهية احنا بنقوله قلل الملح أو قلل الملح طب هو هيعرف يأكل الأكل كده احنا مش بنعقبه عشان هو بقى كبير سند لا احنا خايفين على مصلحته فبالتالي عشان احسن له طعم الأكل وافتح له شهيته ان انا أبدل بدل من احط ملح احط لامون وتوابط على السلطة علشان طبعا انا خايفة عليه الملح بيرفع من ضغط الدم فبدل من اقلله الملح واخلي الأكل طعمه مش حاله فببدأ ان انا احط له اللمون والايه والتوابرة علشان افتح شهيته وبالتالي امنعه من وقتها خليه تجنب ارتفاع ضغط الدم لازم كمان انصحه بالمدغ الجيد للمساعدة في الايه الهضم طيب كبير سند عنده مشكلة وهي فقد الأسنان او القطقم الصناعية اعمل ايه بقى في الموضوع ده اساعده ازاي ان انا ابدأ افرمله القدروات ابشور له الجذر علشان يقدر ان هو ايه يكلهم وعلشان هو عنده مشكلة ايه فقد الأسنان او القطقم الصناعية كمان اقدم له اللحوم مطهية طهي جيد يعني ان انا اسوي اللحمة كويس او اللحوم احنا قلنا انه لازم ان هو اياكل او افضل ان هو ياكل لحوم بيدا زي اللبن زي سوري التيور او الاسماك او الارانب فانا اطهيه له طهي جيد بحيث ان هو يقدر ان هو يمدخها دي النصايح الهمة لكبار اسنان انصحه ايه كمان الالتزام بالأدوية والفيتامينات ويلازم يلتزم ان هو ياخدها في مواعدها طب هو ياخد أدوية وفيتامينات كده منه نفسه لا طبعا الأدوية والفيتامينات اللي بيكون تحت اشراف الطبيب او الطبيب هو اللي بيكون كاتبها له طيب تشوف السؤال اللي بعد كده وهو بيقول لي يعلل لما يأتي يجب على كبار اسن ممارسة اي نوع من انواع الرياضة ابسطها المشي لمدة 20 زيئة لعلل عشان توزيع الكالسوم في العزام الطويلة السؤال اللي بعد كده علل بردق بيقول لي يجب على كبار اسن ان يتعرض للشمس للحصول ليه يتعرض للشمس للحصول على فيتامين دل طب فيتامين دل ده هيساعده على ايه امتصاص الكالسوم اللي موجود في القلبان ومنتجتها طب السؤال اللي بعد كده بيقول لي اكمل العبارات الاتية ان رعاية المسنين وتكرمهم واجب تمليها علينا نقاط والاديان والاعراف نقاط رعاية المسنين وتكرمهم واجب تمليها علينا ايه القيم والاديان والاعراف الايه الانسانية القيم والاديان والاعراف الانسانية كبير استنى ده مين ده بابايا ده والدتي ده جدي جدتي الناس اللي هم خدوا بالهم مني طول عمري هم اللي اهتموا بي وجاء علي الدور وجاء الدور علي ان انا اردوا لهم الجميل السؤال اللي بعد كده بيقول لي اكمل العبارات الاتية يتم اضافة نقاط لازهار الخامات بالدرجة افضل من نقاط مثل تلوين الخوخ باللون الاحمر هنشوف يتم اضافة ايه بقى الموالوان صناعية لازهار الخامات بدرجة افضل من حقيقتها مثل تلوين الخوخ باللون الاحمر وده كانت نقطة من نقاط غش الاغذية احنا كده النهاردة اتكلمنا عن ايه خدنا مراجعة شاملة عن الفصل السابع من مادة الصحة الغذائية اللي كان بيكلمني عن مصادر تلوث الغذاء ومصادر تلوث المية واتكلمت كمان عن تغذية كبار السن انا بكده اكون انتهيت من مراجعة الترمي الاول لمادة الصحة الغذائية للصف الثالثة السنوي الفندوقي مع قطب التمنيات لكل الطلبة والطالبات بالنجاح والتوفيق وإلى اللقاء في الحلقات القادمة